اهلا بحضراتكم من جديد ونبدأ مع بعض اخر اخبار الترند والبداية بترند الاهلي طيب في ترند الاهلي البداية حسب كورا بلس بتكلم على لقاء السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمة الاهلي يسافر الى السعودية لخوض السوبر الافريقي بطائرة خاصة مواجهة اكيد لازم يكون لها تحضيرات مهمة فبالتالي الاهلي بيفقر يسافر يوم 12 تسعة الى السعودية الوطن سبورت نهاردة عمله سناني ولذيذ قوي قال لك كورا يستبعد كورا من قائمة الاهلي امام اتحاد العاصمة بالسوبر الافريقي وان كورا مستنى يشوف موقفه من مواجه السوبر عشان ياخد قراره النهائي انه يمشي من الاهلي لا تعليق بصراحة يعني لا تعليق حساب اليوم السابع تفاصيل جلسة كورا وريدا سليم في معسكر الاهلي بالنمسا وتكلموا ان كورا بيتكلم مع ريدا سليم على الموسم الجديد الدوافع اللي عنده وهيلعب ازاي مع الاهلي مراكز اللعب اللي ممكن يدفع بيها ريدا سليم او يدفع فيها ريدا سليم مع الاهلي يعني هو كورا انا اساسا بيتكلم مع كل اللعيبة وانا دايما الحريص اسمع كل يوم لقاءاته او لقاءات قناة الاهلي بوزمنة فروه صلاح مع عدد من اللاعبين وكريم ندفد قال جملة مهمة جدا في لقاءه مع فروه صلاح قال له كورا سألني انت لما بتصحى يومك بتبدأه ازاي بتعمل ايه اللي بيديقك اللي بترابيز عليك بتعيش اليوم ازاي بتستعد ازاي بتتمرن امتى بعد التمرين بتعمل ايه فده اللي بيعمله كورا دايما في الجزء النفسي والاجتماعي مع كل لعب القصة مش قصة ملعب وتشكيلة ومراكز لعب فيه امور يعني حياتية لايه علاقة باللعبين اكيد المدير الفني محتاج يسمع فيها كل لعب بيعيش حياته ازاي المصر الرياضي كولر يدرس الاستعانة بثنوية الاهل الجديد امام اتحاد العاصمة الجزائري والكلام هنا على امام عشور وريدا سليب لسه بدر على الكلام ده اه في قائمة اتبعتت يوم 28-28 ولكن الاهل عنده الحق انه يستبدل او يضيف في القائمة غاية معادل مطش مع اتحاد العاصمة طالما القيد الافريق مستمر وانا الكلام ده قلت لحضراتكو تفاصيل الاسبوع اللي فات كورا 11 بيتكلموا على المهام اللي قاين بها المدرب برينجر جرعات تدريبية جديدة باختصاصات جديدة يبدأ العمل على تطوير ابرز نقاط او ابرز نقاط ضعف لعيب الاهلي في المواسم الاخيرة بتاكتك جديد في معسكر النمسا تحت اشراف كولر وعلى فكرة ده اللي قاله زمنا فاروق صلاح لما كنا بنتكلم على المهام اللي بيقوم بها برينجر مع النادي الاهلي ترجمة نانسي قنقر